قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بارل قال إنه لا يستبعد عدول الولايات المتحدة وألمانيا عن موقفهما بشأن تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة وأوضح بارل قبل قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في كييف المقرر عقدها غدا أن تسليم دبابات القتال الرئيسي إلى كييف كان مثيرا للجدل إلى حد كبير في البداية ولكن في نهاية المطاف تم التوصل إلى اتفاقنا مشيرا إلى أن جميع شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا كانت مصحوبة بتحذيرات بشأن القطر المحتمل لتصعيد الصراع مع روسيا بشكل أكبر